بسم الله الرحمن الرحيم دعاء الصباح عن الإمام الباقر عليه السلام قال عليه السلام بسم الله وبالله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك فوضت أمري وعليك توكلت يا رب العالمين اللهم احفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي ومن قبلي لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله نسألك العفو والعافية من كل سوء ومن شر الدنيا والآخرة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن ضغطة القبر ومن ضيق القبر وأعوذ بك من سطوات الليل والنهار اللهم رب المشعر الحرام ورب البلد الحرام ورب الحل والحرام أبلغ محمدا وآل محمد عني السلام اللهم إني أعوذ بدرعك الحسينة وأعوذ بجمعك أن لا تميتني غرقا أو حرقا أو شرقا أو قودا أو صبرا أو مسمى أو ترديا في بئر أو أكيل سبع أو موت الفجأة أو بشيء من ميتات السوء ولكن أمثني على فراشي في طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وآله مصيبا للحق غير مخطئ أو في الصف الذي نعدتهم في كتابك كأنهم بنيان مرصوص أعيذ نفسي وولدي وما رزقني ربي بقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الحمد لله مداد كلماته والحمد لله زنة عرشه والحمد لله رضا نفسه ولا إله إلا الله الحليم الكريم ولا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات والأرضين وما بينهما ورب العرش العظيم اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء ومن شماتة الأعداء وأعوذ بك من الفقر والوقر وأعوذ بك من سوء المنظر في الأهل والمال والولاد وكان عليه السلام يصلي على النبي وآله عشر مرات بعد هذا الدعاء اللهم سلي على محمد وآل محمد اللهم سلي على محمد وآل محمد اللهم سلي على محمد اللهم سلي على محمد وآل محمد اللهم سلي على محمد الفقر اللهم سلي على محمد وآل محمد لأهل زال طبيعا بطر محمدkrit بنينا